ما ده من اسئلة لا لا طبعا انا كنت فاكر ان موظف البنك ممكن يبدأ بخمساشر الف بس ممكن على الاقل يبدأ بسبعة بعد شوية حلوين ممكن يوصل لتلاتين واربعين فعلا. الحقيقة مع احترام الحضايك الكلام ده يا فندم غير مظبوط. اما عرفش انتو بيجيبه الكلام ده منين? موظف مين البنك اللي بيبدأ بسبعة وبعد شوية حلوين? ايه شوية الحلوين? تقول بعد سنتين يقبط تلاتين واربعين الف? مفيش الكلام ده. حضركم بيجيبه الكلام ده منين? انا بقول لكم حضركم بيجيبه الكلام ده منين? اه لا ما عرفش عن نت. سيبكم من كلام الفرق بتاعنا. تلاتين الف واربعين الف يا جماعة. مع موجودين والناس موجودة وبينشوفهم قدامنا. تلاتين ايه? واربعين الف جنيه. مش مظبوط. كلام ده مش مظبوط تماما. ومفيش حد بيبدأ بخمساشر الف. مرتبات دلوقتي عزو قلها لكم في الوقت الحالي. في بعض الاماكن بتدي بعد الحد الادنى. ستلاف جنيه. في ناس بتبدأ بسبعة. ايه بانك موجودين سبعة ولسه مقابل حد بيقبط سبعة. في اماكن تانية لما نيجي نتعزلج نقول تسعة تلاف ده اللي هو كبير بيبدأ به. وبيعتمدوا على اللي هو ممكن ساعات يبقى شهر شهرين. ده اغلبية البنوك. في ناس بينزلها دخلة المدارس ودخلة رمضان والكلام دي. لكن تلاتين واربعين ايه? ده ممكن يبقى مدير فرع بياخد تلاتين الف جنيه. لكن بنتكلم موظف يقبط له بتاع. اه مش معقول يا جماعة انتم بتجيبوا كلام مش مظبوط. انا اشتغلت وشفت الحاجات دي قدام عيني. فمحدش يجي يقول اصلي بعد شوية حلوين. كلام ده غير مظبوط تماما. تماما تماما. وبلاش حد يفكر به هزه الطريقة لانها مش مظبوطة.